اشتركوا في القناة كورنثس الأول صحاح الأول والعدد أربعة مكتوب أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح هذا جزء من بعض الرسائل الشكر اللي بولس الرسول بيقدمها للكنائس والأشخاص كل واحد بنا يهم يسمع كلمة شكرا ومهم أنه نسمعها موضوع مهم لنفسيتنا ولشخصيتنا بسبب التركيز على الفشل والنقاط الضعف أسهل من كلام التسجيع والكلام الإيجابي فمهم أنه نشكر بعضنا بين وقت وآخر بولس يقول أشكر إلهي كل حين وقت اللي أصلي لك أمتى آخر مرة شكرك شخص على شيء سويت إلى أمتى آخر مرة شكرت أنت شخص أمتى آخر مرة شكرت صديق أو قريب عليك بس لأنه هو يحبك بدون مقابل بس لأنه هو أخوك هي أختك هي قريبة عليك أمتى آخر مرة شكرت بيها الله على نعمته وحبه والصحة وأشياء ثانية اللي بيعطينا إياها كل يوم بولس بيكتب للكنيسة وبيشكر الله من أجلهم اتصور وياي أنه بولس يكتب رسالة إلك شنو نوع الرسالة أو شنو نوع الشكر اللي تتمناه بولس الرسول يكتب لك أو إذا بولس الرسول بيكتب رسالة لكنيستك شنو الأشياء اللي تريد أنه يكتبها لكم ككنيسة يشكركم على شنو خلي لاقي حل نفسك شنو الأشياء اللي تتمنى واحد يشكرك عليها وابدي عيش هذه اللائحة وتذكر أنت همنا اشكر الناس اللي حولك اللي يحبوك واللي قريبين عليك كل شخص حولك مهم جدا وانت همنا مهم للناس خلينا بهالوقت نشكر رب من أجل أشياء عملها بحياتنا أتمنى تقدر تشكر الله فعلا على أقل نقطة واحدة بحياتك يا رب يسوح نحن نشكرك فعلا من أجل الباركة اللي دل باركنا بيها نشكرك يا رب من أجل اهتمامك نشكرك يا رب من أجل كلمتك نشكرك يا رب من أجل محبتك والخلاص اللي قدمته بنفسك لأجلنا باسم المسيح يسوح عصلي أمين أمين شكرا لننتا ويجانا هاليوم ورابي بارك يومك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر